اشتركوا في القناة ومشاهدنا الكرام تخطى عدد قتل الصحفيين جراء الحرب على قطاع غزة في اقل من شهرين حصيلت قتلهم خلال الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها عشرات الملايين وتوصف بالحرب الاكثر دموية في التاريخ الحديث بحسب احصاء مؤسسات معنية بحسب المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفع عدد الصحفيين القتل جراء الحرب الاسرائيلية على قطاع إلى 73 منذ 7 اكتوبر الماضي حيث ان صحفيا واحدا على الاقل قتل على ايدي القوات الاسرائيلة كل يوم في فلسطين ولبنان منذ بداية الحرب وجاء استهداف القوات الاسرائيلية للصحفيين رغم انهم يتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الدولية ويسعون الى ايصال اخبار الحرب في غزة الى العالم ويفوق عدد الصحفيين الذين قتلتهم القوات الاسرائيلية في قطاع غزة خلال شهرين تقريبا عدد الاعلاميين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية من 1939 الى 1945 وحرب فيتنام من 1955 الى 1975 والحرب الكورية من 1950 الى 1953 ووفقا لمؤسسة متدى الحرية مقرها واشنطن وتدافع عن حريات الصحافة فقد 96 صحفيا حياتهم خلال ستة سنوات خلال الحرب العالمية الثانية التي اودت بحياة عشرات الملايين من البشر والمعروفة بانها الحرب الاكثر دموية شهدها العالم الحديث كما فقدت 63 صحفيا حياتهم في الحرب خلال الاحتلال الامريكي للفيتنام الذي استمر قرابة عشرين عاما كما فقد 17 صحفيا حياتهم في الحرب الكورية التي استمرت ثلاث سنوات فوق منتدى الحرية وكذلك بحسب لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك فقد 17 صحفيا حياتهم خلال الحرب الروسية الاوكرانية منذ فبراير 2022 فهل حطمت اسرائيل رقما قياسيا في قتل الصحفيين لم تسجله اي حرب في العصر الحديث ولماذا تستهدف اسرائيل الصحفيين والاعلاميين الفلسطينيين في حربها على غزة اشتركوا في القناة رقما قياسيا في قتل الصحفيين لم يسجل في الحروب العالمية وسيكون معنا في هذه التغطية الخاصة أحمد الشيخ كاتب وصحفي من باريس عبر خدمة اسكايب أستاذ أحمد الشيخ مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوة أهلا بك أستاذ ناصر وأشكرك على توجيه الدعوة وتحياتي للأستاذ عادل الحملي أيضا ولكل من يتابع هذا البرنامج مرحبا بك أستاذ أحمد الشيخ ومعنا أيضا أستاذ يوسف الحل الصحفي فلسطيني من لندن عبر خدمة اسكايب أيضا أستاذ يوسف مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة أهلا بك أيها أهلا مرحبا تحياتي تحياتي لك أستاذ أحمد الشيخ أبدأ معك لو سمحت يعني لماذا إسرائيل تستهدف الصحفيين والإعلاميين يعني عندما نتكلم على رقم قياسي لقتل الصحفيين والإعلاميين كيف ممكن تفسير هذا أولا يمكن تفسير هذا ببساطة شديدة أستاذ ناصر على صعيدين الصعيد الأول أن إسرائيل أصيبت بصدمة شديدة بعد 6 أكتوبر ودفعتها إلى حالة من الهيجان والجنون فهي يعني تقتل بلا تمييز يعني أنت تقول أنها حققت سبق في قتل عدد كبير من الصحفيين وماذا عن الأطفال أخي الكريم هل شهدت مع ركا أو صراع يقتل في كل هذا الكم من الأطفال وصل إلى 7000 طفل يعني ماذا فعلوا هؤلاء الأبرياء يعني فالصعيد الأول الذي يمكن تفسير هذه الظاهرة أن إسرائيل في حالة جنون في حالة حمق حتى استمع القيادات الإسرائيلية مستوى الأداء العقلي العقلي ولا أقول السياسي لديهم هاضط يعني الكلام لا منطق له ولا عقل له فعندما تصل إدارة سياسية تقوط حرب إلى هذا الدرك فعندما توقع كل شيء يعني قتل الأطفال والنساء والشيوخ قتل المشافي قتل الكناء هدم الكنائس والمساجد كل هذا حققت في إسرائيل سبق يعني لم يسبق إليه أحد يعني الصعيد الثاني الذي يمكن أن نفسر به هذه الظاهرة لأنها بدأت حتى قبل 7 أكتوبر استهداف عدد من الصحفيين من قناة الجزيرة ومن هنا ومن هنا لكن في هذه الحرب يبدو أن إسرائيل بالفعل تخاف من الحقيقة أن الحقيقة موجعة بالنسبة إليه لأنهم رسموا في العالم كله سردية معينة ويريدون فرضاها على العالم فعندما يأتي صحفي وينقل فقط الواقع كما هو صحفي لا يقول رأيه ينقل جسس الأطفال التي تفحمت فهذا طبعا يزعج الإسرائيليين كثيرا ويدفعهم إلى استهداف الصحفيين لأنهم يقدموا رؤية للعالم مخالفة للرؤية التي تطرحها إسرائيل في العالم والرؤية جزء من منظومة الهيمانة جزء من الحرب جزء من الأجهزة التي تستخدم لإطفاء شرعية معها على عمل أو نزع شرعية مع العمل ومالتالي الصحفيين هم في قلب هذه المعركة أخي العزيز لذلك ليس اعتباطا وليس مصادفة أن يسقط كل هذا العدد الكبير من الصحفيين لأن إسرائيل كما بدأت وقلت لك تخاف من الحقيقة وأنا في هذا الصدد أتذكر فيلسوف يهودي مشهور هو باروخي سبينوزر وتعرض للاضطهاد من كهنات اليهودية لو قول بليل يعني أريد أن أذكرك وأذكر الناس به أن الحقيقة في النهاية ستنتصر وستظهر الباطل معا فمهما فعلوا ومهما قتلوا من صحفيين الحقائق واقع أمام الناس يعني كل ما يحدث في غزة منذ شهرين هل يعتقدوا أنهم بقتل عدد من الصحفيين لن تصل الحقيقة إلى العالم إذا كانوا يفكرون في ذلك فهم في طريقهم إلى زوال أسرع مما كنا نتوقع نعم أبقى على أستاذ أحمد الشيخ أستاذ يوسف الحلو يعني كيف ممكن تفسير هذا الاستهداف الصحفيين وخاصة في هذه الحرب على قطاع غزة يعني نتكلم على رقم قياسي من الصحفيين الذين قتلوا في هذه الحرب وأيضا ليس فقط الصحفيين حتى يعني أسر الصحفيين وقنوات الإعلامية أيضا مقرها والمباني التي تكون فيها يعني لماذا هل ممكن أن نفسر كما قال الأستاذ أحمد الشيخ أن الصورة مؤثرة على الرأي العام خاصة الرأي العام الغربي الذي تخشى منه إسرائيل يعني واضح أن هناك حالة انتقام غير مسبوقة من الكل الفلسطيني وليس فقط الصحفيين في كل الحروب الإسرائيلية وحروب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة المحاصر هي تمنع دخول الصحفيين والمراسلين الأجانب إلى قطاع غزة بحجة الحفاظ على أرواحهم فهي تريد أن تحجب الحقيقة لأنه كما تعلم إذا أردت أن تصل إلى الإعلام الغربي يجب أن تكون رسالتك بلغة الإنجليزية وكما تعلم أن المراسلين في قطاع غزة أغلبهم يتحدثون لغة العربية هناك لا شك وجود لمراسلين يتقنون اللغة الإنجليزية لكن الإعلام الغربي والمجتمع الغربي بالعادة ينظر إلى الحقائق يتلقاها بشكل مقبول أكثر إذا كان هناك مراسلون أجانب في القطاع على أي حال يعني سبعون صحفيا منهم مراسلون منهم الكتاب منهم مصورون منهم نشطاء السوشال ميديا كلهم استهدفوا أو في الغرات العشوائية وبعضهم تم استهدافه مباشرة بالاغتيال قوات الاحتلال والمساعدة الإسرائيلي نشر أسماء عدد من الصحفيين وقال أنه سيستهدفهم بحجة أنهم كانوا على دراية مسبقة بالعملية التي حدثت يوم السبع من أكتوبر فهي رسالة تهديد مباشرة لعدد من الصحفين لإخفتهم حتى لا يستمروا بنقل الوقائع والحقائق وكما نعرف أن الرواية الإسرائيلية هي ممزوجة بالفيديوهات المفبركة والرواية المشوهة المشوهة لذلك هي تريد أن ترسل ما ترسله قنواتهم ومتحدثيهم باللغة العربية والإنجليزية ولا يريدون للعالم أن يرى ما ينشره الصحفيون الفلسطينيون ويشككون بأن هذا صحفي وهذا غير صحفي هذا ناشط وهكذا وتم استهداف العديد من المباني التي تستضيف عدد كبير من القنوات التلفزيونية يعني في هذه الحرب المدمرة الهمجية الشرسة لا يجد هناك مكان لم يستهدف ما بالك يعني بالصحفيين المستشفيات المسعفين لكن بكل الأحوال الصحفيين يرفضون أن يتم إسكاتهم ويقولون أنهم صوت ما لا صوت له ويعتمدون على طرق حتى بداية لإصال الفيديوهات ويحملوها على الإنترنت لأنه كانت هناك محاولات عديدة لقطع الإنترنت والاتصانع على العالم الخارجي لكن العالم يرى الآن ما يحدث على أرض الواقع وصورة إسرائيل هزت بما تقترفه من جرائم مروعة لماذا إسرائيل تخف أستاذ يوسف يعني لماذا تخف من الصورة هل هناك حرب إعلامية غير مسمات هناك حرب تدور بالخفاء أو حتى بشكل علاني وهي ضرب الرواية الفلسطينية والاعتماد على دعم روايتهم المفبركة هناك حرب نفسية تدار هناك حملة بروباقندا هاسبرا كامبين تهدف لتجميل سورة إسرائيل فهي تدعي أنها الدولة الأكثر أخلاقاً في المنطقة وأن جيشها هو الجيش الأكثر أخلاقاً في المنطقة فعندما تخرج هذه الصور والفيديوهات لأناس مدنيين أطفال مقطعين أشلاء جثث متفحمة وحروقة فهذا طبعاً يدور بصورتها فهي تدعي أنها تستهدف المقاتلين والمقاومين لكن ما نره على أرض الواقع أنها تستهدف بشكل متعمد وقصف عشوائي مجنون كل ما هو مدني في قطاع غزة لذلك هي لا تريد أن تضع نفسها في خانة الاتهام فتعمل ما بوسعها حتى تدافع عن ما تقترفه من جرائم تحت حجة الدفاع عن النفس يعني كيف ممكن للعالم خاصة الإعلام يعني في العالم أستاذ أحمد الشيخ لو سمحت أن يقبل حتى الآن نتكلم على 73 يعني صحفياً الذين قتلوا في هذه الحرب يعني منذ تقريباً شهرين وعندما نقارن بالحرب العالمية الثانية نتكلم على 69 صحفياً وهذا كان خلال ست سنوات كيف للعالم أن يتقبل هذا الكم الهائل من الصحفيين الذين قتلوا ممن تال ليلو أستاذ يوسف وبالفعل في حرب إعلامية حرب تدور على صعيد الإعلام أستاذ ناصر يعني يعني من يتابع مثلاً إعلام هنا أنا سأظهر لك مجلة واحدة مجموعة من الأعداد لا أنظر فقط العنوين كراهية اليهود أو الحفظ على اليهود يهاجمون في إسرائيل ويهددون في فرنسا مذابح اليهود مستقبل إسرائيل أنظر الكوريين انترناسيوني العداء للسامية لا يعرف كيف يخفي ملامعه أعطيتك فقط عنوين مجموعة فقط من المجلات كلها لا تزال تسير ضمن السردية الإسرائيلية حتى اليوم صحيح تحرك الإعلام قليلا بعد انحيازه الأعمى بعد 7 أكتوبر مباشرة وبدأ يصحح نفسه قليلا لكن ما زالت الرواية الإسرائيلية قوية في المجتمعات الغربية لأنها ليست وليدة اليوم أخي العزيز هذه تم يعني بنائها عبر لا أقول لك شهور بل سنوات عديدة يوم ورا يوم شهر ورا شهر سنة ورا سنة إلى أن أصبحت رصخة بطريقة لا تتخيلها يعني فرغم أننا أمامنا وقاعا وأمامنا عدد كبير من الصحفيين قتلوا وعدد كبير من الأبرياء يعني لديك مثلا أطفال لديك كما قلنا من كل الفئات ومع ذلك ما زال الناس هنا تسألك هل أدى أنت حماس أولا حماس إرهابية يعني فأنت تعلم أن الغرب يعني هو يعيش أزمة كبيرة هذه الأيام أخي العزيز حرب حرب 7 أكتوبر وضعت الغرب اليوم في مأزق كبير جدا يعني خاصة أن له رؤية أخلاقية وسياسية يحاول نشرها في العالم لكن الوقائع صادمة أخي العزيز يعني ويعني صحيح كما قلت هناك تحرك بدأ رويدا رويدا يحاولون حتى بعض الإدارات السياسية في فرنسا وفي أسبانيا وفي بلجيكا يحاولون أن يحفظوا ماء الوجه قليلا يعني أمام شعوبهم وأمام العالم لكن ما زال الإعلام هو يعني الساحة الأكبر قبحا والأكبر يعني غشا وخداعا وتضليلا فيما يحدث في غزة اليوم يعني لكن كما قلت لك في مدخلة السابقة في النهاية الحقيقة تنتصر وتظهر الباطل معها إن لم يكن اليوم فغدا هذا عمر مؤكد يعني نعم أستاذ يوسف الحلو يعني أحمد الشيخ يقول إن يعني في الأخير الحقيقة تنتصر ولكن عندما نرى مواقف يعني الحكومات الغربية وأنت تعيش في بريطانيا أستاذ يوسف يعني مثلا قال رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن إسرائيل تقتل الإعلاميين بشكل ممنهج في قطاع غزة وربما تستعيد لمجزرة أكبر داعيا البرلمان الأوروبي وهذا كان أمس البارح الخميس أمام البرلمان الأوروبي إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بحماية الصحفيين من أجل فلسطين أيضا كيف ممكن مقارنة هذا الدعم الأوروبي والبرلمان الأوروبي والحكومات أيضا للحق الفلسطيني ولا أيضا للحق الصحفي الفلسطين هناك عدم ثقة من المجتمع الغربي عندما يتحدثون عن حماية الصحفيين فنحن نعرف أنها كلها مجرد شعارات حتى لو الصحب الفلسطيني يلبس الدرع والخوذة فهي لن تحميه قوات الاحتلال تستهدف مباشرة الصحفين كما قلت وخير الدليل على ذلك استهداف الصحفية مراسلة الجزيرة الشرين أبو عاقلة التي استهدفت بنيران مباشرة ولحتى الآن لم يتم أخذ العدالة من الفاعلين المجتمع الدولي كشف زيفه ونفاقه وازدواجات المعايير يعني عرّت كل هذه الشعارات فللأسف المواطن الفلسطيني سواء كان صحفيا مسعفا طبيبا للأسف لا يوجد ناكا قيمة يعني يتعاملون مع الشعب الفلسطيني بأنه أقل من درجة البشر وآلة الحرب الإسرائيلية ودعاء الإسرائيلية تحاول أن ترسم صورة سلبية عن الفلسطيني وكأنه لا يستحق الحياة فيستخدمون حتى مصطلحات دينية كما قال نتنياهو معتمدا على رواية من كتابهم المقدس بضرورة شن حرب إبادة ضد ما سمهم الأماليك وكذلك يستهدفون يعني كل ما هو يعني ناشط على مواقع السوشال ميديا حتى لا يكون هناك كشف للجرائم التي تقترف ليلة نهار ولذلك هما أجبروا الصحفيين على ترك شمال قطاع غزة وخاصة من المستشفى الشفاء والآن المنطقة لا يوجد هناك فيها تغطية مكتملة هناك عدد من النشطاء يقومون بتوثيق ما يحدث لكن لا توجد هناك وجود لقنوات تلفز عالمية إنما هم نشطاء سوشال ميديا وقطعوا عن العالم أما في الجنوب من قطاع غزة فأيضا الوضع ليس أفضل من الشمال هناك عقبات يواجهها الصحفيين الفلسطينيون وهناك مضالبات دولية لحمايتهم لكن نحن نعرف أن المجتمع الغربي فقط يصدر الشعرات ولا يطبق ما يقوله للأسف دورة الاحتلال تتصرف وأنها دولة فوق القانون لا تحترم أي معايير ولا تحترم أي قرارات دولية نعم ولكن يعني هذا النقص في التضامن أستاذ يوسف يعني مقارنة بأن تتكلمت على السوشال ميديا هل هناك فرق مثلا في السوشال ميديا رأينا تضامن كبير مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وأيضا الصحفيين الفلسطينيين كيف ممكن مقارنتها مع يعني الإعلام الغربي لو قلنا the main stream سريوس نعم الصحفة التقليدية traditional media لها وجودها ولها متابعوها لكن المواطن في مختلف أنحاء العالم يفضلون الاطلاع ومتابعة الناشطون على السوشال ميديا منهم الصحفيون الذين يعتقدون على هذه المعصات ومنهم صناع المحتوى وحتى المؤثرين الآن هم أصبحوا صحفيين هم أجبروا على أن يقوموا بتغطيات إعلامية عندما يتم نشر هذه الفيديوهات المؤسفة الصادمة فهي تكون قريبة من قلوب العالم بينما المواقع الدولية المحطات الدولية هي تتجنب نشر هذه الفيديوهات الصادمة حتى لا تخدش يعني مشاعر المشاهدين لذلك هناك تعاطف أقوى لدى المتابع الغربي خاصة إذا يعرفون هناك بعض الأشخاص الذين ينشرون هذه الفيديوهات من أرض الميدان فهم يعني لا يوجد هناك تحرير لا يوجد هناك قص لا يوجد هناك تزييف للحقاق هي مادة خامة تصل مباشرة إلى العالم في غضون ثواني أما القنوات الدولية التي يتابعونها في الغرب فهي لا ترقى فمعروف أنها منحازة ولا تنصف الشعب الفلسطيني لذلك السوشال ميديا هي سلاح قوي جدا جدا وهناك محاولات لطمس الحقيقة وفرض قيود على الناس المؤثرين سواء صحفيين أو ناشطين حتى تحجبهم وحتى تمنعهم من الاستمرار في التغطية حتى كانت الموقع كثيرة أستاذ يوسف تنتقد حتى رواية الإسرائيلية بالنسبة للأحداث للحرب على غزة أستاذ أحمد الشيخ كيف ممكن أن الفلسطينيين يقنعون الغرب بأن هذه معاناة وأن قتل الصحفيين أيضا تعدي عن القانون الدولي يعني كيف ممكن إيصال هذه الرسالة وخاصة أن الغرب يعني هو بالنسبة له هذه قيم من غير الإمكان أن نتعد عليها ولكن عندما نرى ماذا يحدث في غزة وفلسطين عامة هذه القيم ضربت كما نقول أشوف أستاذ ناصر هذه مشكلة كبيرة جدا يعني لا تقتصر فقط على ما ينبغي على الفلسطينيون أن يقوموا به يعني هذه مسألة يعني عادة صياغ النظام العالمي أولا ككل وهذا أمر ينبغي أن تلعب في قوة كثيرة يعني وبالتالي تغيير الرأي العام وتغيير الصور الممطية لكن يعني ماذا نطلب من الضحية في هذا الأمر غير أنه يوضح الحقيقة بضحاياه بالذين يسقطون كل يوم هل هناك أبلغ في تغيير الصورة من الضحايا التي نراها أمام أعيننا يعني وكما تعلم أخي العزيز يعني شعبنا في فلسطين لا يملك الإمكانيات لكي حتى يتواصل مع يعني العالم ويحاول أن يقدم رؤيته ونهيك عن البلاد العربية وصور النمطية الشائعة عنها منذ سنين يعني فأنت تطرح إشكالية أكبر من اللحظة الراهنة إقناع العالم الغربي أو الوعي الغربي وتغييره هذه مسألة يعني يشترك فيها حتى مشطاء داخل المجتمعات الغربية يعني جماعات حقوقية أحزاب سياسية كلهم يسعون إلى إنقاذ الحضارة الغربية من حالة الأفول والتظاهر الذي تنزلق فيها هذه الحضارة الآن يعني فأنا أعتقد إذا كنت تسأل كيف يمكن تغيير هذه الصورة في الغرب كيف يمكن التأثير في العالم الغربي فهناك إما عمل على صعيد الوعي يشارك فيه يعني نشطاء من كل أنحاء العالم هناك عمل يتعلق بوسائل الضغط التي نملكها يعني أتذكر في هذه الأيام رحمة الله عليه الملك فيصل عندما وقف وقفته الشهيرة واستخدم سلاح البترول هناك بعض الناس لا يتحركون أخي العزيز إلا بممارسة الضغط يعني الوعي في حد ذاته لا يكفي لمواجهة الوعي يعني لن يتغيره إنما عندما تمارس مصادر القوة التي تملكها وتفاعل مصادر القوة في هذه اللحظة هناك يعني من هو مستعد لكي يسمعك ولكي يغير من رؤيته وليس فقط يغير من وعي ومن رؤيته ومن مواقفه أيضا يعني أما يعني خطاب العقل للعقل في مسألة حروب بهذا الشكل المجنون لا أعتقد أنه يعني علينا أنه مارسه لكن لا نضع يعني عليه أحمالا سقيلة أكثر مما يحتمل نعم مقام معنا أستاذ أحمد أستاذ يوسف يعني كيف ممكن تقييم الإعلام العربي في هذه الحرب على غزة يعني نتكلم على الإعلام الغربي الإعلام على الصحفيون الذين قتلوا أيضا ولكن كيف ممكن أن نقيم الإعلام العربي في هذه الحرب الأخير أستاذ يوسف نقطع الاتصال مع يوسف الإخوة يقول لي أستاذ أحمد الشيخ نفس السؤال لو سمحت يعني كيف ممكن تقييم الإعلام العربي بالنسبة لهذه الحرب الكثير تكلم ممكن تخاضل عربي للحكومات العربية والنظم العربية ولكن الإعلام الإعلام وصف ناصر في غالبيته خاضع لأنظمة الحكم في العالم العربي يعني ويعني الذي خرج من أفلة من سطوة الأجهزة الحاكمة في العالم العربي يعني إعلام محدود جدا وربما يمكن أن تجده في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الإعلام التقليدي أو أكثر من بعض القنوات هنا أو هناك يعني هو إعلام يرد سردية يعني خذ مثلا الأنظمة المطبعة مع إسرائيل هذا هذا الإعلام في هذه الأنظمة محكوم بقبضة حديدية يعني ويعبر من وقت الآخر حتى عندما يصور يصور بالأمر عندما يعني يأخذ مواقف ذات نبرة عالية تأتي بالأمر وليس عبر قناعة ذاتية من الإعلاميين أنفسهم يعني فالمشكلة حقيقة أخي العزيز أن موازين في بلدنا العربية مختلة يعني ونهيك عن أننا في العالم العربي وفي الإعلام نعيش حالة مكلمة مكلمة الكل يتحدث والكل يريد أن يأخذ جانب المواقف الأجمل والأنبل لكن إذا نظرت لتاريخ هؤلاء ولمواقف الصادقة لا تجد أي شيء يدعم الموقف الحالي يعني أنا أرى عندما يأخذ إنسان موقف علينا أن ننظر إلى موقعه علينا أن ننظر إلى تاريخه الإعلامي بحيث نرى مدى مصدقية هذا الكلام لأنه ليس من المعقول فجأة أن إعلام يطبل ويزمر للأنظمة الحاكمة العالم العربي ويبرر تطباحها مع إسرائيل أولياء الأمر ربما الأمل أو ما يسلج الصدر قليلا هو ما نراه على ألسنة الأجيال الصعيدة على وسائل التواصل الاجتماعي يعبرون إلى حد ما عن ضمير شعوبهم ويحاولون أن يقدموا رؤية أخرى وواقع أخرى وتحليلات أخرى غير الخاضعة لأنظمة الاستبداد في العالم العربي نعم أستاذ أحمد دبقى معنا لو سمحت سنتناول المحور الثاني في هذه الحصة الحرب على غزة هل ينجح مشروع استبدال حماس بالسلطة الفلسطينية هو سؤال سؤالنا للمحور الثاني نلقاكم بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر